مايكروفون بويا بي واي ام وان واحد من اشهر وافضل المايكات اللي انتجتها الشركة بويا مايك رخيص جدا الصوته كويس جدا النهاردة هنعرف الفرق بين المايك الاصلي والتقليد ازاي تشتري المايك الاصلي وما اندحكش عليك سواء هتشتريه من محل او هتشتريه من على الانترنت ده اللي هنشوفه كله في فيديو النهاردة ازايكم يا شباب اتمنى تكونوا بخير معكم محمد جابر وفيديو جديد فيديو نهاردة يا شباب هتكلم عن مايكروفون بويا بي واي ام وان واعرفك ازاي بتعرف المايك الاصلي من التقليد بكل التفاصيل بصوا يا شباب قبل ما ابدأ بقى في الفيديو اتمنى ان انتو تشتركوا في القناة وتفعالوا جرس الاشعارات عشان وصلكم كل الفيديوهات الجديدة او الباو واتمنى ان انتو تضغطوا على زر اللايك اتمنى يا شباب ان انتو تشاروا الفيديو ده لان هيستفيد منو ناس كتيرة جدا قبل ما تغلطوا وتشتري المايك التقليد او ان انت تتخدع بالسعر بصوا يا شباب النهاردة هتكلم طبعا عن المايكين طبعا انا هتكلم عنهم لسبب لان اول حاجة اشتريت المايك ورجعته بس كان المايك الاصلي ولما اشتريته مرة تانية اجاني التقليد والاسف عرفت الفرق بين المايكين بس رجعته برق واقول لك ازاي تتصرف لو انت اشتريت المايك هو ده ملخص فيديو النهاردة اول حاجة يا شباب المايك الاصلي طبعا بالنسبة للعلبة بتاعته واقول لك على حاجة بسيطة جدا لو انت هتشتري المايك من مول او محل اول حاجة تروح لمحل مشهور جدا عشان تشتري منه ما تروحش لاي محل لسه فاتح وتشتري منه المايك رقم اتنينة طبعا الناس اللي هم في المحلات ممكن يقول لك المايك لو تفتح ما يفعش يرجع تاني يعني انت لو فتحت العلبة بتاعت المايك خلاص المايك كده بقى بتاعك فانا اقول لك بقى على حاجة كده بسيطة وزاكية هتخليك طرف المايك اصل ولا تقليد من غير هو ما ياخد باله اساس اول حاجة هتمسك العلبة كده عادي جدا ما فتحتهاش هتبص طبعا على الكلام المكتوب وراه طبعا هيزلك صورتين على الشاشة دلوقتي الصورتين دول هتلاقي في واحدة مكتوب على الاصلي والتقليد والمعلومات اللي عليها وهشرح حالك دلوقتي اول حاجة هتروح هندل ال ال هتلاقي طبعا في خانة كده مكتوب عليها بتاري طيب هتلاقي صده مكتوب ال ار اربعة واربين تمام كده ال ار اربعة واربين ديت هتلاقي ان ال ال ار كابتل وال اربعة واربين عاديه هتلاقي طبعا فوق كمان لو لاحظت هنا هتلاقي طبعا فوق كلمة ال 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 على طول. طب لو ليه تسموه زي اللي في الصورة دي كده تعرف ان المايك ده تقليد وما تشتروهوش طبعا. فهو ده فرق كده بسيط لو انت هتشتري المايك من مول او محل. طب لو انت بقى تشتريه من سوق دوت كوم او اي موقع على الانترنت فيه بقى كلام تاني لازم يتقال. اول حاجة بالنسبة لمايك طبعا ال 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 الار باربين دي تتأكد منها سواء اشتريته هتشتري من محل او هتشتري من الانترنت. بس طبعا المايك وصلك من الانترنت فانت لازم بقى تشوفه وتشوف امكانياته. اول حاجة بالنسبة للجراب يا شباب فاد ده جراب المايك. الجراب هتلاقي طبعا الجراب خماته كويسة جدا وطبعا هقول لك على حاجة انا لاحظته في المايكين. لكن انا ما عافش ايا ممكن تعتبر فرق ولا لا. اللي لاحظته يا شباب ان الجراب الاصلي اول ما بيجي بالمايك بتاعه بيجي مفتوح بالشكل ده كده. انما انا الجراب التقليد بيجي مقفول ده بالشكل ده كده. الجراب التقليد بيجي مقفول. طيب دي حاجة انا لاحظتها بالصدفة يعني. فقلت اقول لكم عليها. رقم اتنين بالنسبة بقى للجراب هتلاقي مكتوب نابوية. لكن نابوية هتلاقيها محفورة. لو لقيتها محفورة زي ما انت شايف كده ده الاصل كده. لو ما لقيتاش محفورة وهتلاقيها طبعا متخياطة زي اللي هتظهر لكم في الصورة الوقتي. ده اعرف ان ده تقليد. يعني من غير ايه كلام. بعد بقى كده هتشوف الاكسسورات اللي هي بتيجي داخل العلبة. الاكسسورات طبعا بالنسبة للاكسسورات بتاع المايك الاصلي هتلاقيها بتيجي في كيس ابيض شفاف. وهتلاقي كيس ده جوا كسين في قلبه في كيس في قلبه البوفلتر والماشبك طبعا اللي بتعلق منه المايك زي زي زمان معلق المايك كده. وهتلاقي في كيس تاني في قلبه البتارية وهتلاقي كل يوجد في كيس تالت. في قلبه الجاك. انما فلمايك الثالية هتلاقي كل الحاجات ديت كده جاية في كيس واحد. وكيس ده يكون متطبق اي كلام كده. يعني متطبقة تحس انه ملزوق. ده بالنسبة للمايك التاليب. وبالنسبة لماية اللي بوفلترة بتاع المايك الاصلى هتلاقي خاماته كويسة جدا. وهتلاقيه سفينج. ا большой او مش عارف هو مصنوع من ايه بجد لانه مش تحس النوع سفينج يعني ناشف جدا وبيجي كمان متطبق وشكله مش حاله ده بالنسبة لمايك الاصلي والتقليل في حاجة كمان عشان نتأكد منها بصونا يا شباب اول حاجة هنا هيجي لك الاركام اللي بنقول البرتواني دي كده الاركام ديت المفروض بيجي على اطلاق كده او بتكون مدهونة بمادة كده زي اللي بتبع عليك روت الشحن انت كل عليك هتخربشها ضفرك هيزلك الاركام اللي هي ملونة دي كده وبعد ما تزلك الاركام ديت هتروح على موقع بويا عشان نشوف المايك ده اصل ولا لا بس قبل ما نروح على بويا عايز اقول لكم يعني نصيحة كده لو انت هتشتريوا المايك من خلال سوق دوتكم هقول لك نصيحة كده تعملها ايه هي اول حاجة يا صاحبي ان انت مسلا لو رحنا الوقتي على موقع سوق عشان نشوف المايك وكده ابت مسلا بويا هنكتب بويا ونبحث زي ما انت شايف كده هتلاقي هنا اسعار كتير للمايكات اول نصيحة منها صاحبي ان انت ما تروحش الارخص يعني انا غلطت غلطة وروحت على مايك بمئة واربعين جنيه واشتريته والمايك ده كنت متأكد قبل ما يجيل ان هو تقليد يعني مايك زي ده كده هتلاقي المايك عادي جدا ومعلوش طبعا تقييمات كتير فانا اول حاجة همتصاحك بيا ان انت تروح للمايك اللي سعره مرتفع شوية يعني مسلا المايك زي ده بمية وسبعتاشر جنيه المايك ده تحدك اتحدك كده لو المايك ده طلع اصل استحالة استحالة من سبع المستحيلات يطلع اصل غير كده اقول لك على حاجة كمان المايك ده مش اصل يا شباب تمام لا هقول لك على حاجة تانية ايه هي بقى بص لو احنا مسلا هنروح لأول حاجة تروح للمايك اللي عليها تقييمات وتعليقات كتير جدا وتقرد تعليقات كلها لو رحت المايك ابو مية تسعة وسبعين جنيه ده المايك ده اصلي غير كده هتلاقي التاجر هنا بيقول لك اول كاتب لك ملحوظة بقول لك منتج اصلي احذره التقليد تمام كده يعني هنا التاجر هتلاقيه حاطت ملحوظة بقول لك ان المايك اصلي فكده متأكد ان المايك ده اصلي لان طبعا سعره يعني او بص مايك بيا الاصلي بيبدأ تقريبا كده من مية وسبعين جنيه وانت طالع انما مية وسبعتاشر الجنيه استحلا يكون اصلي تمام دي طريقة هنروح برضو ده لو انت لسه ما اشتريتش المايك وهتشتريه تمام لو انت بقى اشتريت هنروح عشان نكتب اه اللي هنكتب الكود تمام كده اول حاجة هتروح على موقع ابوية هتضغط على او الدعم تمام كده او الدعم وبعد كده هتروح عند كلمة رمز الحماية او سيكتري كود وبعد كده هتروح على ادخل الرمز الاماني اللي في المربع ده بالشكل يا كده طبعا عيسيب لك موقع ابوية في صندوق الوصف هتكتب الرقم طبعا كده طبعا الرقم يا شباب لو انك كتبته هايزهر لك لو انك كتبت رقم اي كلام فيقول لك ان المايك ده فيك وان المايك ده مش اصلي تمام كده زي ما ازهر لك دلوقتي على الشاشة لو المايك اصلي هيقول لك طبعا بما استعلمت قبل كده عن المايك فهنا بيقول لي ان المايك ده تم الاستعلام عنه مرتين وتأكد انه اصل انما بقى لو لسه اول مرة هتستعلم عنه هيظهر لك الشكل ده كده كل الشكل اللي في العلامة المائية ده كده يا شباب هيظهر لكم بالشكل ده بالضبط هتلاقي كمان المربع اللي في اه تلت تسعات دول وسبعة هتلاقي بنفس الشرطات اللي عليه ظهر لك في الموقع كمان عشان طبع عشان بس تتأكد هتلاقي دول لك هو وهتلاقي كود الملاون ده كده هتلاقي برضو ظهر لك في الموقع ده بس شرح بسيط لو انت هتشتري المايك طب لو انت بقى اشتريته المايك وبعد كل ده تأكدت انه هو تقليد فانا اقول لك على حاجة اول حاجة ان انت لو لسه اشتري المايك مسلا اه لو انت بس اشتريته المعارضة فهتستنى لحد ما شركة بوي تضيف لك ميزة ارجاع السلعة وترجع المنتج عادي جدا لو انت اشتريته بقالك فترة فلو شركة بوي عموما بتدي اربعتاشر يوم تقدر ان انت ترجع فيهم السلعة لو الاربعتاشر يوم عدهم خلاص كده السلعة بقت بتاعتك ما يبعدش ينفع ترجع تاني فانت اول ما تشتري المايك انصحك ان انت على طول تشوفه المايك اصلا ولا تقليد وبعد ما تتأكد لو تأكدت ان هو تقليد رجعه على طول فانت ستحل ان انت ترجعه طيب كده يا شباب نكون وصلنا لناية الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبكم لو استفدتوا يا شباب من الفيديو ده باقي معلومة اتمنى ان انتو تضغطوا على زر اللايك وتدعمونا يا شباب ولو عندكم اي اقتراحات كتبقى لتحت في التعليقات ولو محتاجين اي مساعدة كتبقى لتحت في التعليقات طبعا اتمنى انتو تشارهوا الفيديو عشان زي ما انت استفدت غير كثبيت به شكرا لكم على المطابعة كان معاكم محمد جابر السلام عليكم ازايكم يا شباب اتمنى محمد جابر في فيديو جديد. النهاردة نتكلم عن مايكرافون وهنا هنعرفكم عزايت تعرف النسخة الاصلية من النسخة التقلية. حاليا دلوقتي بتكلم من المايك لكن ده مش النسخة الاصلية ده النسخة المقلقة ده. إزايكم يا شباب اتمنى اكونوا بخير معاكم محمد جابر المفيديو جديد فيديوه شباب هنتكلم فيه هنعمل في مقارنة عن مايك بينrators الاصل والتقلية. طبعا المايك بوية ده مايك مشهور جدا واول ما نزل في ناس عملوا منه يعني المايك ده اول ما نزل عمل ضجة كبيرة ومعظم اليوتيوبر بيستخدموا المايك ده